أهلا بحضراتكم مرة تانية. الفريق طبعا بيواصل لمعسكره في اسكندرية بعد الانتهاء من مبارات الأمس أمام الاتحاد السكندري والفوز الكبير بنتيجة 3-0. ومطش جاية أيضا هناك في نفس المحافظة مدينة اسكندرية في استاد برج العرب. فبالتالي كان قرار أيضا جيد من الجهاز الفني واستمرار في برج العرب عشان يتم الاستعداد لمبارات المصري الهامة بكل تأكيد. وهنا لما بقول مباراة مهمة. مهمة للأهداف اللي احنا تكلمنا عنها. كده كده المنافسة مش بالقوة على بطولة الدوري. إذا مالك يعني يقرب بشكل كبير من حسم اللقب. لكن الأهلي خلاص بيجهز نفسه للفترة المقبلة إن شاء الله وبدأت الموسم الجديد. علشان الفرقة تبقى أفضل وعلى حالة بدنية مميزة وفنية كمان تكون أميز. خلينا نروح هناك برج العرب بسرعة ونتطمن بشكل أكبر على فرقتنا وآخر الكواليس وآخر الأخبار. من خلال زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي. يا فاروق أهلا بك. كل التحية لك أمير وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما أنت قلت أمير قرار أكثر من رائع من إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. والجاز الفني طبعا بالإبقاء طبعا على الفريق عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري. وده أمر كان تم ترتيبه قبل القدوم إلى الأسكندرية. أن الفريق عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري. هيستمر إقامته في الأسكندرية طبعا لملاقات فريق المصري يوم الأربعاء القادم. في مباراة. وزي ما أنت قلت لك أهداف كتير جدا. النادي الأهلي بيسعى لتحقيها خلال الفترة القادمة والمباراة المتبقية في الدوري. إن شاء الله بإذن الله. تكون مباراة مميزة للنادي الأهلي. تنادي الأهلي إن شاء الله يقدروا يواصلوا ويكون في استمرارية في الأداء بإذن الله أمير. بإذن الله فروق. وصفت الحالة المعنوية عند الشباب تحديدا لتقلقهم بارح. وعند الفرقة كلها لأنك برضو كان فيه لعبين أصحاب خبرات وتميزوا في مورات الأمس. بالتحديد عجبني قوي علي لطفي بصراحة. كان مميز قوي رمي ربيعة. متولي عائد من فترة كبيرة كان غايب أو مرة ياخد تسعين ديئة تقريبا. يعني إن لم تكن تخني ذاكرة عندك كمان محمد محمود برضو خد عيق كتير وشارك وأدى بشكل جيد. ففيه عماصر قوية جدا أصحاب الخبرات واللي كانوا بعيد الفترة اللي فاتي. اتقال لكم بارح. فوصف لي الحالة المعنوية بشكل كامل بالنسبة للفرقة يا فاروق بعد الفوز الكبير مبارح. يعني خليني يا أمير أخذ لك الوصف الحالة المعنوية من انتهاء المباراة. وبالتحديد من المؤتمر الصحفي والكلام. مستر ريكاردوس وارش على المباراة وتعقيبه وتعليقه على المباراة أشد باللعبين. وقال ياريت إن الفوز ما ينسناش طبعا اللعيبة الكبار أو اللعيبة الأسسية اللي بتغيب عن المباراة. لأنهم جزء كبير وشريك أساسي في أي لجاح وأي الانتصار. اللعيبة دي تعرضت لفترة إجهاد كبيرة وضغط وإصابات وضغط مباراة كتير جدا. لكن هم جزء مننا وإحنا فريق عمل أو فريق واحد. أيضا نتكلم على الناشئين وأشد بهم. وقال اللي يهمني الاستمرارية والعيب للنادي الآلي لازم يكون عنده استمرارية في الأداء. وقال إن إحنا بنتطمن على عندنا أهداف كتير خلال المباراة القادمة. طبعا بنقف على مستوى بعض اللعبين في قطعاء الناشئين اللي هنقدر نستعين بهم للمباراة القادمة والموسم القادم. نقطة المهمة أمير إن دانا لمستها على مستر ريكاردوس وارش بالتحديد وجهاز المعاون منذ وجودنا فيه مقر إقامة الفريق. مع قرار مجلس إدارة النادي الآلي بالاعتماد أو لعب المباراة المتبقية في الدوري بالناشئين. الأمر ده رفع الضغوط يا أمير عشان أكلمك بلغة الكورة. رفع الضغوط عن مستر ريكاردوس وارش بقفر اتياح نفسي عنده عند اللعبين. وده اللي ساعد فيه إن اللعبة تظهر بهذا الهدوء وبهذه الشخصية. طبعاً مكاسب كبيرة جداً تكلم على علي لطفي محمود متولي رمي ربيعة أيضاً أليو ديانج محمد محمود أيضاً إن مستر ريكاردوس وارش بالأمس يعني جرب محمد فاخري في مركز الجناح وختم بيه اللقاء في مركز المركز الثمانية في أرض الملعب واحد من اللعبة اللي يقدر يستفيد بيه من أكثر من مركز طبعاً أشهد باللعبين. النهاردة أمير وإحنا موجودين في مقر قامة الفريق اللي روح معناه مرتفعة جداً. أنت عارف أمير النادي الأهلي بيميزوا حاجة من الأمور المميزة جداً في النادي الأهلي. ما تحسش إن اللعب الناشئ هو غريب على النادي الأهلي أو غريب على كبات النادي الأهلي. وده دور المهم جداً يعني تقدر تختصي بيه كبات النادي الأهلي سواء رمي ربيعة سواء محمود متولي أيضاً محمد عبد المنعب اللي كان يعتبر واحد من أبناء القطاع وقريب من المراحل السينية مصطفى شبير ودعمه ومصطفى بيقوم بدور كبير جداً مع اللعبين سواء أحمد سيد غريب علي عمر أحمد سيد عبد النبي شرقية ميدو نبيل محمد حمدي أحمد سيد غريب مجموعة اللعبين فدور مهم جداً ده بيميز النادي الأهلي. زي ما أنت قلت أمير هي عندك مراحل وعندك أهداف بيسعى النادي الأهلي والمستر ريكاردو سوارش أنه هو يحققها طبعاً في متطلبات المرحلة لكنه قال نقطة مهمة جداً قالك أنا لسه متمسك بالأمل وبقول اللعبين إحنا متمسكين بالأمل لحد آخر آخر مباراة لحد يعني إن شاء الله لما بقى فارق للنقاط طبعاً له الخصم أكبر من عدد المباراة المتبقية نتمنى طبعاً التوفيق في المباراة القادمة أمام المصر بإذن الله أمير بإذن الله إن شاء الله هي الأمور المبشرة في الحقيقة يا فاروق ويعني فيه دوانب كتيرة ومكاسب كتيرة قوي بالنسبة للفرقة من مباراة الانبارح لكن قولي برنامج الاستعداد للمباراة المصبلة سيكون عامل إزاي خلال الأيام القليلة الحالية قبل انطلاق المباراة يعني هكلمك على البرنامج الفريق حتى المباراة القادمة وأيضاً عندي يعني لي بعض الأخبار الحصرية والأخبار السعيدة بالنسبة لجمهير النادرالي يعني كان لي حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلا لكن خلينا أقول لك الأول ونقول برنامج الفريق الفريق يعني خلال دقائق هيستأنف التدريب الأول لعقب مباراة الاتحاد هنا في ملاعب في مقر إقامة الفندو اللي يقيم فيه الفريق اللي يتميز بوجود ملاعب أكثر من رائعة وواحد يعني من الفنادق أو الأماكن المميزة جداً للنادرالي أنه قدر أنه يكون متواجد فيها وبالمناسبة مستر روي فيتوريا أمير بالأمس كان موجود هنا في مقر إقامة فريق النادرالي بيتفقد المكان وأثنى على الملعب ويعني طبعاً من الخطط الموضوع لمستر روي فيتوريا أنه يكون من الفنادق اللي تبقى فيها المعسكرات بالنسبة للمتخب المصري الفريق طبعاً النادرالي هيستأنف تدريبه اليوم ثم كدهنا يكون فيه طبعاً التدريب الرئيسي أيضاً هنا على الملاعب الموجودة في مقر إقامة ثم المباراة المصري اللي يكون في تمام الساعة تساعة لأستاذ الجيش ببرج العرب كان لها حديث يا أمير مع الدكتور أحمد أبو عبلى اللي طميننا منه على حالة اللعيبة المصابين الموجودة في القاهرة يعني أقدر بشرك أن مع العودة إن شاء الله من الأسكندرية وعقب انتهاء مباراة المصري هينضم ويلتحك بتدريبات النادرالي السنائي أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا يعني خلال الفترة الحالية هم موجودين بيقدوا البرنامج التأهيلي في القاهرة دكتور أحمد أبو عبلى بيتابع كل تفاصيله أيضاً خلال أسبوعين بكتير أوي أمير طاهر محمد طاهر هيلتحك بفريق التدريبات الجمعية أكرم توفيه طبعاً أنت عارف أنه ابتدى يشارك على أجزاء من التدريبات الجمعية لكن إن شاء الله عقب العودة أيضاً من الأسكندرية هيشارك في التدريب بصورة كاملة ويبقى واحد من اللعيبة إن شاء الله إن شاء الله اللي يبقى عودته أضافة قوي جداً للنادي الأهلي ويبدأ أنه يعني يشارك فيه المبارات القادمة بإذن الله حالة معنوية التركيز اللي عند اللعيبة النقطة المهمة جداً يا أمير لو هنختم كلامنا مجلس إدارة النادي الأهلي وكلامه مع قطاع النشئين في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في كلامه طبعاً أنت عارف أننا قريبين شوية من الأحداث في قطاع النشئين وكانت النقطة المهمة اللي أنت سألتني عليها وتكلمنا عليها بالأمس يا أمير هي هل اللعيبة النحية البدنية وهم جايين من فترة إعداد هل هيكونوا على نفس المستوى أعتقد يا أمير ده اللي إحنا لمسناه مبارح من اللعبين لمسناه من الشخصيات الموجودة النقطة الأهم من الكابتن الخطيب كان في حديثه مع الكابتن خالب بيبو ومستر مايكل بروكتش قال أنا عايز لعيب يخدم في الهدف الأول للمنتخبات الوطنية والهدف الثاني أنه يخدم الدرجة الأولى وده الهدف اللي شغال عليه قطاع النشئين في النادي الأهلي خدمة المنتخبات الوطنية وخدمة أيضاً الفريق الأول للنادي الأهلي أعتقد معادلة مهمة جداً بيحاول قطاع النشئين في النادي الأهلي أنه يتعامل مع اللعيب أنه رقم أمير لعب داخل قطاع النشئين لبروفيل كل لعب نظام غزاء معين أعتقد ثمار النادي الأهلي هيجنيها خلال الفترة القادمة بإذن الله أمير طيب بص يا فاروق بقى لأن النقطة دي مهمة وأنت واحد قريب جداً من اللعبين ومتواجد مع المعسكر المتعايش مع الشباب تحديداً ويعني مش عايزين الناس تاخد بعض من جماهير النادي الأهلي تجاه إيه؟ تجاه اللعبة اللي بتريح دي هي اللي كانت تسبب في الأداء اللي احنا كنا فيه وكلام من ده ونقلل منهم لا طبعاً وده كان كلام برضو كابتن محمود الخطيب لعبتنا رجالة لعبتنا لعبة تقيلة جداً على مستوى فني عالي محتاجين كست كبير من الراحة عشان يستعيدوا المجهود البدني والزهني والفني بتاعهم وده أمر مؤكد وأكيد حيرجعوا بالشكل ده فالجزئية اللي زي دي غاية في الأهمية وعايز أربطها بإيه بقى يا فاروق ناشئ النادي الأهلي أو اللاعب الشاب اللي تقلق أياً كمين مبارح تقلقه أدى بشكل كويس مهمة أو أنه ما يحسش بتقلقه ده ويبقى فاهم قوي قوي أنه لسه قدامه مشوار طويل وأن الأهلي محتاجه في فترات كتيرة جداً ولازم يثبت نفسه بشكل أكبر حتى لو تقلق في مورات الأهلي مبارح والاتحاد أو حتى لو هو مبشر بشكل كبير جداً فوصف لي هل اللاعبة مثلاً واحد زي زياد طارق واحد زي أحمد سيد غريب واحد زي محمد أشرف هل حادسين بنفسهم قوي بقى أنهم عملوا مطش كبير ولا حاجة ولا واخدين كل حاجة بحجمها الطبيعي وعارفين أنه لسه بادري قوي على الكلام اللي زي ده أصارت نقطة في غاية الأهمية يا أمير يعني النقطة دي نقطة مهمة جداً من محور كلام مستر ريكاردو سواريش عن بعض الصحفيين اللي سألوه بالأمس هل قرارك هتعتمد على الناشئين قال أنا بنفذ استراتيجية ومصالح للنادي الأهلي اللعيبة الموجودة آه موجودة معنا وبتظهر بشكل بيظهر بشكل كويس لكن أنا بأكد أن اللعيب النادي الأهلي استمرارية لازم يكون عنده استمرارية في الأداء اللعيبة الكبار أو اللعيبة الأسية اللي غائبة عن المباراة الفترة الحالية اللي فضل الجهاز الفني أنه يدون فترة راحة عايز أقول لك أمير مستر ريكاردو سواريش بقول لك أنا عارف أنه لعبه كم مباريات غير طبيعي ما فيش لاعب في العالم مش أقول في مصر مش لاعيش ما فيش لاعب في العالم شارك في هذا الكام والعدد من المباريات يعني أنا كان ليه أوقف أيضاً مع مستر ريكاردو سواريش اليوم قال العدد المباريات أنا قبل ما جاء النادي الأهلي عرفت كل لعب في النادي الأهلي اللعب كان مباراة وأنا كنت عايز بعض اللاعبين ويمكن الكلام ده هيتقال من خلالها كأمير لأول مرة ويعني جمهور النادي الأهلي هتسمع الكلام ده الأول مرة بالفعل أن بعض اللاعبين قال لك أنا عايز أنا كنت عايز أن رايح اللعيبة يعني أطالبت من اللعيبة أنهم يحصلوا على فترة راحت لكن بعض اللعب النجوم النادي أعلي وكبار قالوا احنا فترة صعبة جداً وبفترة الأمر ده زد تأدير واحترام اللاعبين عندي لأن كنت عايزة ديهم فترة راحة لكن هم فضلوا أنهم يخوضوا في مشوار صعبة جدا في أجواء صعبة جدا مقابل أنهم يدفعوا عن قميص النادي الآلي الأمر ده خلاني أزداد إصرار 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 عليهم يا أمير ويعني إن شاء الله بالنسبة للاعبة الناشئين لا بحسة أنها لسه ما عملتش حاجة لايبة بتتكلم نحن لسه في مشوار طويل الفرصة في النادي الآلي بالضبط أمير الفرصة بتجي صعبة جدا جواء النادي الآلي الأهم مش أن أنت تلعب مباراة الأهم الاستمرارية الاستمرارية داخل النادي الآلي هي بتبقى أنت عارف أمير هي أمر مهم جدا استمرار استمرارك على القمة استمرارك على البطولة استمرارك في الأداء الجيد وده طبعا اللي هيحصل إن شاء الله من خلالهم يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا زي بنا العزيز فاروق صلاح ما كان معنا من مقر إقامة الفريق في اسكندرية استعدادا المباراة المقبلة وابداية الاستعداد لمواجهة المصر البورسعيدي والرجل بصراحة علينا كل التفاصيل بتتعلق بيه كواليس المعسكة بنشكور شكرا جزيلا نروح لفاصل سريع بعدين كامل